اعتراضاً على ما ورد في شهدة النائب السابق التاسخوري في جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتاريخ الخامس عشر من الجاري أوضحت أمانة مجلس النواب أنه في تاريخ الثالث من أيلول عام 2004 عقد مجلس النواب جلسة عامة له لمناقشة وأقرار مشروع القانون الدستوري الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة التاسعة والأربعين من الدستور التي تنص على لمرة واحدة وبصورة استثنائية تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 وأوضح البيان أنه وفقاً للألية القانونية والدستورية وعملاً بأحكام المادة الواحدة والثمانين من النظام الداخلي جرى التصويت على هذا القانون برفع الأيدي والمناداء وصدق بأكثرية ستة وتسعين نائباً ومعارضة تسعة وعشرين وأعلنت الأمانة العامة في بيانها التوضحي أنه لم يجري في هذه الجلسة التشريعية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي فإن اللجوء إلى صندوق الاقتراع غير وارد في مثل هذه الجلسة وبالتالي فإن النائب السابق التصخوري وقع في الخطأ وخلط بين الجلسة التشريعية لتعديل الدستور وجلسة انتخاب رئيس للجمهورية وعليه فإن ما ورد على لسانه أمام المحكمة الدولية هو في غير محله ولا يطابق الحقيقة المكتب العالمي لرئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة أشار في بيان إلى أن السنيورة طلب تأجيل موعد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الخاصة بلبنان لأسباب صحية ولم يرفض الإدلاء بها